معكم بالتعليق والتسريحات نحكيه بعد شوي على فضل عبد الكافي نحكيه كما قلت على محمد بوتريكا وناخده التسريح زد العبير موسيقى بلا ذا دي دي كاس سبيسيال من صديق البرنامج ومستمع زياد يسلم على زوجة سونيا اللي تحتفل بعيد ميلادها أولادهم لينا وفادي يتمنى والأمهم سونيا عيد ميلاد سعيد كل عام وانتي حيا بخير يا سونيا سونيا عيد ميلاد سعيد هابي بيرث دي يلا موسيقى معكم للرحلة نمشي ونسمع فاضل عبد الكافي حكيه على رئيس الجمهورية قال الناس كانت تترقب الرئيس يكون أب عائلة يجي رئيس دولة نهار ستة وعشرين جويلة تبدأ عنده الشعبية هذيك والناس تفهمت الموقف وقالوا فصار ترضيه للعمل برلماني ولازمنا نتعديه لحاجة أخرى الناس كل كانت تترقب اللي رئيس دولة كأب لعائلة بيش يلم العائلة وبيش يحطهم على طاولة والفورقارة وما يصيروش مفاوضات مع صحابكو مش مع الأصدقاء صير مفاوضات مع الخصم السياسي ما هوش عدو سياسي خاطر أنا مني عدول حتى تونسي مثلا ولكن فما خصم سياسي تقعد معه وتتفهموا على حاجة اللي تنجم تتخرج تونس من المأسا نقعد وننتظروا حتى سبتمبر سبتمبر خذيه وحده القرار وديوم يسير في تونس وحده منذ تقريب أكثر من 18 شهر هذه كريم فوضل عبد الكيفي على رئيس الجمهورية حكي يزيد علي وزيرة العدل في علاقة بمساير من قضايا نسمو أشقال شو أرأيك في أن المحاكم تدخل للسياسة أخطر أخطر وضع تصير فيه ديمقراطية في العالم يعني اليوم نزار بهلول ولا العيش الهمامي ولا غيرهم هم جايين شكرا هم جايين نحكي على صحفيين نحكي على سياسيين أنا اليوم النجم بعد ما نخرج من موزيق نجم سيدة وزيرة العدل اللي يعودوا يجيبوا لها الكاسات وديوت عود تسمحها وهي الوحيدة اللي تعرف وينها الحدود بين التطاول ومش التطاول هذا هو اللي خي صار مع عايشي هماميش صار صار اللي اعتبروا لي فما تطاول علاش هي تعتبر لي فما تطاول وأنا ما نعتبرش ونتصورك أنت زادا ما تعتبرش اليوم المعارضات في أي بلاد في العالم هي أجسام وسيطها هي أحزاب سياسي اللي سيدة الرئيس ميحبهمش هي صحفيين اللي سيدة الرئيس ميحبهمش اللي هي نقابات كذلك يعني إلي شوه يعني شقاعدين نبنيوتها في تونس ولا هاتنا تفهموا نقولوا هاي خلن نسكروا هذي بربي حكاية المسار الديمقراطي والبناء الديمقراطي ولي تكلفلنا برشة فلوس وتكلفلنا برشة في عيشة التوينسة كل يوم مش قاعدين نبنيو هكا يسأل فاذ العبد الكيفي التحليق على كلام فاذ العبد الكيفي على أن وزيرة العدل هي يظهر لها تتاول تحرك الأمور وتولي قضية قالك هو البرنامج البارح كي نحاضر في ميديشو مع الياس الأغربي دوك يقول لك اليوم نعمل تسريح يزولها للتسجيل هي تكيف وكي ما تحب وعضي قضية مخيفة لأمر كل طبقة سياسية ناشطين مجتمع مدني عالميين ناس كل ما تقلقى من هال عليش ما فاميش أذن صاغية في السلطة أخذر فما حاجة والله رفيق نحنا كشعب نحنا مسلمين برش عنا خرمنا عن عدم الانضيبات عن فساد تطبيع مع الفساد الصغير والكبير وأنواع الفساد الكل لكن الشعب محترم شعب عمرنا ما خرجنا سحنا واحد عمرنا ما معنيه أن نتفعله بالكلم وبكل شيء كان بس نحينا التفاعل هذية فين تحبوا توصلونا طيو واحد بكري حكينا عليه كيمة السجرات صديقنا واللي تحب انتي أما كلمك من هكا شي غذي فيك انتي كمواطن بسيط يغذي فيك تولي ترا إنسان الناجح خطر راهو مش اللي عندو بيسين بالضرورة سيرق راهو التسعين في المئة من اللي ينجحوا في حياتهم يعملوا ديار ويعملوا كراهب ومن حقهم يتفردوا خطر هو يخدم صباح وليل 12 ساعة بيش تبدأ عندو كرهبة مضخمة هذيك الشيخت كيمة انتي شيختك تحط تمد وجهك في التلفزة وتقترح الاقتراحات هذي اللي مضربة على الحيط دونك وقتاش بيش تقدروا هالناس هذوم وقتاش بيش تعطيوا كار الناس هذومة وتحكيوا معاهم وتحترموا ذكيهم انا سمحني قطعتك حاتم اما انا نعاود تقول نفس الفكرة اليوم انتي قريب النظام ولا انتي في نظام ولا تحكو في نظام ايك ترجع البلاد بالتوالي وترجحها الديكتاتورية تيون بروفيت انتي اليوم خاطرك انتي قريب لسلطة خاطرك انتي اركيب وسقيك في الدمال وبعد عشرين سنة بش تخليك الديكتاتورية ذيك ترسخت مرة اخرى وتمشي انتي على روحك وتورثها لولادك وولادة ولادك هذا اللي خمو فيه ما تخممش انتي في عامين ثلاثة بش يخفيهم بالسلطة وبعد والدك ينجم يشكون يجي هو يمرمد ويولي ديكتاتور يرجع بوليس يوقفه خاطر رضحكتو مع عشبتوش يعديه منعرش كيفاش يجي بس قول يعمل شي خمم في ولادك خمم في ولاد ولادك يزيهم الاناو اللي جويزي منتي على خاطر قاعدش وبروفيت توا كنت وزير ولا كنت قريب ولا كنت منعرش كون نعمل اللي نحبش انا ايه اما بعد خمو في البلاد وخمو في الاجيال القادمة اللي جاي عبير موسي ناخد كلامك انتي بعد محمود حكيت على علي كنتي دايور حكيت ايه حكيت على الجيلين